أسأل خيراً كابتن ناصر نوارنا نوفر للعب نوفر للحكم نوفر لكل العناصر الإمكانات اللي هي المتاحة أن هما يقدوا بشكل طيب طيب نروح لتقم التحكم من النهاردة وزي ما تعودنا كابتن نحلى بنتكلم على المفاجآت دايماً بنقول مفاجآت مفاجآت ليه معنا أوتوبيس لعائف النادي الأهلي فور وصوله لملعب المباراة إن شاء الله بإذن الله ثلاث نقاط بإذن الله للنادي الأهلي النهاردة يواصل بها مسيرة الانتصارات إحنا عارفين آخر 8 مباراة النادي الأهلي يقفز بها جميعاً إن شاء الله النهاردة تكون المباراة التاسعة كابتن بإذن الله إن شاء الله كابتن عيمن بنتكلم في جزء مهم جداً كابتن عيمن وهو التعينات وده شيء مهم جداً جداً وتفصيلة التعيينة قبل من نتكلم نروح للحكم ونروح للحكم المساعدين للتعيينة ذات نفسية خلينا أكلمك في نقطة بتاعت التعيينة عشان قريت النهاردة لأحد المسؤولين السابقين في لجنة تحكيم على كلام بيتقال إن مش بريرا هو اللي بيعين كل الحكام طيب هننكلم في المدوء دلوقتي ولا ننكلم بعد المؤتش ولا إيه بالزرط لا ننكلم في دلوقتي عشان بتنسى بعد المؤتشة كابتن بتسيبني كابتن كابتن يعني هي الفترة خلية حصل فيه جدل في حاجات كتيرة جداً في التعينات مين بيعين مين بيعينش التعينات كمان خلي بالك بتبقى مقسومة لثلاث أجزاء الحكام والاتنين المساعدين الحكام الرابع وحكام الفوار مين بيعين ده ومين بيعين ده القصة كبيرة جداً كابتن عمي ولكن في الفترة الأخرينية كان محمد فاروق نابليس لجل حكام كان مسافر في الحاجة وهو الرجل هو قال لك أنا اللي بعين ومحمد لما سئل في الكلام دو قال أنا كنت بعيد بقى لفترة ما بعينش المغربات بالمناسبة يمكن محمد مبارح كان بيتكلم في بعض في قناة بيتكلم على المحللين هو الرجل طبعاً بيتكلم على أن المحللين بيساعدوا اللجنة أو بيساعدوا اللجنة أنا عاوز أقول له رسالة من هنا وأخ صديق لي وممكن هنا كنت موجود في لجل حكام هو كان حكام محمد إحنا دايماً يعني نكلم عن نفسي وأنا في قناة نادي الأهلي وهنا قناة محترمة جداً بنقول إجابات الحكام قبل سلبية وكبتنعين تاني يقول لك يا محمد إحنا هنا بنحكي على إجابات الحكام المشهر اللي فات كان عندنا حكم صاعد إبراهيم محمد كلنا أشهدنا به صحيح حسب راك الجزاء على نادي الأهلي لأننا قلنا راك الجزاء الصحيحة أشهدنا من الحكم وقلنا حكم صاعد واعد طريق مجد قابليه ولكن يا محمد إحنا ما ينفعش يبقى فيه خطأ ونطلع نقولها مش خطأ فالبعد أنك أنت تتقبل النقض خاصة لما يكون النقض لصالح منظومة التحكيم دي رسالة للمحمد المحللين كلهم مع لجنة الحكام مش ضد لجنة الحكام ولكن أنت كنابريس لجنة الحكام بتعمل شغلك وإحنا كمان هنا كابتن عيمان بنعمل شغلنا كمحللين هنروح لي نشوف نشوف شيء مهم جدا نروح لنادر أمر الدولة وهو نادر النهاردة كابتن عيمان أنه هو حكم من الحكام عندهم خبار كبيرة النهاردة أعتقد بيفنش حياته التحكمية وخمسة ربعين سنة السؤال المهم وده بقوله ليه نادر النهاردة حكم عنده خبرات حكم كويس النهاردة محتاجه أنت في خبراتك محتاجه في مطشاطك لما يجي النهاردة تجدد له ممكن تجدد لنادر أمر الدولة لو هو عمل حاجتين مهمين جدا لاختبار البدني وعمل لاختبار الطبي محتاجين يبقى عندنا خمس ستة حكام من الخبرات آه محتاجين في المشطة الصعبة مع الحكام الصعادين وعادين مع حكام الوسط مع الحكام الدوليين يبقى أنا النهاردة نادر النهاردة من الحكام الخبرات طيب نادر عمل ليه معنا هذا الموسم عمل ثلاث مباراة كابتن أيمن حكم رابع لم يدير أي مباراة لنهاردة الأهلي يمكن أول مباراة لهذا الحكم هذه المباراة النهاردة الأهلي وفارقه آخر مباراة كانت من 14 شهر والمصادفة الجميلة وإحنا زيما قلت لك إحنا عندنا الإحصائيات والأرقام كانت برضك مباراة الأهلي وفارقه كانت مباراة الأهلي وفارقه كانت بتاريخ 14-24-23 فبنتكلم على إيه عليك تاني كانت من أيمن نادر آخر مباراة ليه كانت نادر الأهلي كانت في موسم 20-23 كانت الأهلي وفارقه وكان قد مباراة طيبة النهاردة نادر بقوله بالتوفيق طبعا هو عاوز يعمل يخرج بقوله اشتغل على نفسك اهتم بكواس قوي قوي بكل كبيرة وصغيرة أنت بتفنش حياتك التحكمية ممكن يتمدلك كمان سنة أو سنتين على حسب كدرتك البدنية وعلى حسب كدرتك الطبية مافيش حاجة اسمها سن 45 سنة خلاص الحاكم النهاردة 46-77 بيشوفهم في البطولات كابتن أيمان تعالنا نروح لهشام الدسوئي ودي تاني مباراة هشام الدسوئي مساعد رقم واحد هشام الدسوئي حاكم عنده خبرات كبيرة جدا وماشي بخطة ثابتة ما عندهش أخطاء في التحكيم وده من الجيل الوسط الجيل اللي هو من منطقة الغربية حاكم متماس جدا الحاكم الصاعد ده انت شايفه الصغير ده اللي هنا أحمد عدل عفتاح وده حاكم جميل قوي قوي صغير سن لكن الحكام تدفع به النهاردة كمكافأة لي أتمنى له إن شاء الله لأنه هو ربنا وفاقه يا أحمد أنت حاكم كويس وحاكم صاعد ربنا وفاقه النهاردة تعمل موضش كويس ثلاثة على قدر كبير كابتان أيمان من المهارات الفنية والبدنية عندنا على الفور محمد الحنفي وعندنا مصطفى عاطية على تقنية الفور حاكم رابع مصطفى الشهدي وحاكم برضك من دمن الحكام السعادين الوعدين زي ما نقول إحنا أكتر ناس بنبقى سعداء لما التحكيم بيبقى كويس أكتر ناس بنقف مع لجنة الحكام أكتر ناس بنقول إيجابياتنا وبيقول ما يجب تطويره وليس سلبيات بنقول ما يجب تطويره في أداء الحكم وليس سلبيات كابتان أيمان يعني ما بدأش نقول الحكم عمل وعمل لا خالص بنقول ما يجب تطويره في أداء الحكم في الناحية البدنية في الناحية الفناف شخصة الحكم بنتكلم بنساعد لجنة الحكام على تطوير أداء الحكام خاصة في تعينات حكام الفار ودي لها قصة هتكلم فيها كابتل آيمة لكن الوقت لا يسعنا اللي احنا نقول بالتوفيق النهاردة لتواكم التحكيم نشوف تحكيم كويس خاصة أنا نفسي أحمد عدل فتاح النهاردة صغير وعجبني نفسه ربنا يكرمه النهاردة في هزين مبراه ويعملوا براه طيبة كابتل آيمة ربنا يفهم جميعا لأن برضو المنظومة ديت يعني بنتور برضو خلي بالك كرة المصرية في حاجات كتير نقصانة ولكن منظومة التحكيم بالذات عليها كلام كتير نتمنى إن شاء الله نتمنى في فترة الجاية الأخطاء تتصلح ونتمنى إن احنا نساعد من خلال قناة نادل أهلي ومن خلال برامجنا كلها احنا في ظهر حكامنا نساعدهم نفسنا التحكيم يطلع وأشهدنا بهم على فاكرة في طول الأمة أفريقية وقلنا كلام جميل جدا كابتل إسلام وحضرتك وإحنا ومحمد كلنا نقول التحكيم بالتوفيق النهاردة طبعا نشوف تحكيم بإذن الله الأفضل في هذه الأمورة شكرا كيف نعيد شكرا جزيلا كابتل ناصر ولينا كواب بعد المبرك إن شاء الله